ميناء استراتيجي يمني عود للخدمة لأول مرة منذ اندلاع الحرب ويبدأ العمل تفاصيل عجلة للمزيد من الأخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة عاد ميناء المخل استراتيجي للخدمة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015 وشهد الميناء الواقع غرب مدينة تعز جنوب غرب اليمن أمس تصدير أول شحنة من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأفريقية وهي أول عملية تصدير إلى الخارج منذ اندلاع الحرب الرجل الأعمال محمد حبير قال إن ميناء المخل صدر أول شحنة منتجات زراعية تحوي 500 تطن من البصل في طريقها إلى ميناء بربرا الصومالي وأضاف أن تصدير المنتجات الزراعية عبر الميناء إلى الأسواق الأفريقية القريبة يعد مناسبا وإن الدول المتشاطئة مع اليمن أحق باستقبال المنتجات الزراعية اليمنية وأشار أيضا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصدير منتجات زراعية أخرى إلى الأسواق الأفريقية القريبة من اليمن قال مدير ميناء المخة الدكتور عبد الملك الشرعبي إن ميناء المخة مفتوح لاستقبال كافة الواردات والصادرات المتنوعة ودع الشرعبي المزارعين للاستفادة من الميناء في شحن منتجاتهم إلى الخارج وفي منتصف العام الماضي أعيد افتتاح ميناء المخة لكن اتهامات وجهت لدولة الإمارات المسيطرة على الميناء عبر ذراعها العسكري هناك طارق صالح بتعطيل ميناء المخة طيلة الفترة الماضية بعد تحريره من الحوثية وتعرض الميناء لعدة هجمات خلال الفترة الماضية وقالت القوات المشتركة في الساحل الغربي حينها إن قوات الحوثي استخدمت في الهجوم صاروخين باليستيين وست طائرات مسيرة إيرانية الصنع تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة من إسقاط نصفها بعد الهجوم بأيام قليلة وتحديداً في التاسع عشر من سبتمبر 2021 استقبل ميناء المخة سفينة تجارية تحمل على متنها مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بتشغيل محطة الكهرباء للمدينة والمخة ميناء استراتيجي مهم وتاريخي اشتهر قديماً بتصدير البن اليمني إلى الخارج